أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقس ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان يخلق الإنسان من صلصال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وله الجوار الإنسان من صلصال وله الجوار الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويمقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكما شواز من نار سنفره لكم أيها الثقلان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان سنفره لكم أيها الثقلان يُعرَفُ الْمُجرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَّ وَاشِي وَالْأَقْدَابِ فَبِأَيْي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان هذه جهنم التي يكذب بها مجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إذ أبرق وجنى الجنتين لان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تجريان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تجريان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من خاف مقام ربكما تكذبان إما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثون إنسوا قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خدر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركسب ربكذ الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي يخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي يخلق سبع سماوات الطباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعطدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تخور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترقوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكب الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جلد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صرات مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن بعي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون منه وفي ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح باؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تتع كل حلاف بهين همباز بشاء بنميم منع للخير معتج أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَسْحَابَ جَنَّةِ إِذَا أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثَنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُسْبِحِينَ أَنِرْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدَخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى هَرَدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا غَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَرْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنْدَا ظَالِينَ فَأَقْبَلَ بَعْلُهُمْ عَلَى بَعْضِيَتَنَا وَبُوتُ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَيُّبَدِلَ لَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابِ وَلَعَذَابُ الْآخِرُةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تحكمون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرٌ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغْتٌ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ ذَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرُكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاكٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُونِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أمصارهم ترهقهم ظِلَّةً وَقَنَ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُونِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرَنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيرِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حِيثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْذِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَبٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاسْبِرْ لِحُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْزُونَ لَوْلَا أَنْ تَدَارُكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَنِ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَذَمُونَ فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صُدَقَ اللَّهُ الْوَزِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ مِلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَانًا وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَاجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَاجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَاجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِلَادًا وَاجْعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسِيرُتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرُصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَسْرَابًا وَكَأْسًا لِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرَنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ وَالسَّمَاءَ رُفَعْهَا وَوَدُعَ الْمِيْذَانَ أَلَّا تَطَغَوْفِ الْمِيْذَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسِّ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيْذَانَ وَالْأَرْضَ وَالْعَهَا لِلْأَلَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَسْفِ وَالْرْوَيْحَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ خَلَقَ الْإِرْسَانَ مِنْ صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِهِمْ مِنْ نَارُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وله الجوار المنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالُ وَيَبَقَى وَجَوْ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكما شواز من نار ونحاص فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكما شواز من نار يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ نَوَاسِي وَالْأَقْدَابِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا مُجَرِمُونَ يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آل فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجَرِيَان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاجِهَةٍ زَوْجَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِذْ أَبْرَقُ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ لَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ قَاصِرَةُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاعُمْ فبأي آلاء ربكما تكذبان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 لم يطمثون إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خدر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم برجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تخور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قلوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترقوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكب الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جلد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صرات مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن بعي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون منه وفي ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح باؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك ناجر غير ممنون وإن لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تتع كل حلاف بهين هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتج الأثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنزمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ جَنَّةِ إِذَا أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثَنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ أَنِرْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَ النَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى هَرَدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا غَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَرْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنْدَا ظَالِينَ فَأَقْبَلَ بَعْلُهُمْ عَلَى بَعْضِيَتَنَا وَبُوتَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَ لَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرُةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرٌ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغْتٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَابَةِ إِنَّ لَكُمْ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ ذَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرُكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاكٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعةً أبصارهم ترهقهم ظِلَّةً وَقَنَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرَنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حِيثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَبٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاسْبِرْ لِحُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْزُونَ لَوْلَا أَنْ تَدَارُكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَنِ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُونَ فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ صُدَقَ اللَّهُ الْوَزِينَ منذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم عجاز لخل خامية وَهَذَا تَرَوْ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا تَوَلْمَا أُحَبَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إِنَ جَعْلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةً فَإِذَا لُفِخَ فِي الصُّورِ لَفْخَةٌ وَاحِدًا وَحُمِلَتِ الْأَرْلُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّتَا لَكَّةً وَاحِدًا فيومئذ وقعت الواقعة والنشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم قرؤوا كتابيه إني ظللت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة رادية في جنة عالية فطوفها دانية كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على تعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا تعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا مقزم مما تمصرون وما لا تمصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكرمين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم إنا أرسلنا لوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعينكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني وانتبعوا من لم يزده ماله وولدوا إلا خسارا ومكروا مكرا قبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أدلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أبرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ليارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالديا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شلادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا لهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك ناجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تتع كل حلاف بهين همباز بشاء بنمين منع للخير معتج الأثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَسْحَابَ جَنَّةِ إِذَا أَقْزَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثَنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ أَنِرْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدَخُلَ النَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَهُدَوْا عَلَى هَرَدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا غَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَرْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنْدَا ظَالِينَ فَأَقْبَلَ بَعْلُهُمْ عَلَى بَعْضِيَتَنَا وَبُوتُ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَيُّبَدِلَ لَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرُةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تحكمون؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إن لكم فيه لما تخيرون أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغْتٌ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ ذَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَانِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاكٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُونِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَنَ كَانُوا يُدْعَونَ إِلَى السُّجُونِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرَنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيرِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حِيثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْذِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَبٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاسْبِرْ لِحُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْزُونَ لَوْلَا أَنْ تَدَارُكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَنِ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُونَ فَاجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ صُدَقَ اللَّهُ الْوَزِينَ منذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاقية وأما عاد فأهلكوا بريح سرسر عادية سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعًا كَأَنَّهُمْ عَجَازُ وَنَخَلٍ خَامِيَةً وَهَذَا تَرَوْا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلًا وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةً فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا تَوَلْمَاءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا وَحُمِلَتِ الْأَرْلُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّتَا لَكَّةً وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقُعَتِ الْوَاقِعَةِ وَالنَّشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم قرأوا كتابي إني ظللت أني ملاك حسانية فهو في عيشة رادية في جنة عالية فطوفها دانية كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيه ولم أدر ما حساميه يا ليتها كانت القانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على تعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا تعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقر لكاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوير لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكرمين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا لوحا إلى قومه أن أنظر قومك أن أنظر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا وثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعينكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني وانتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا قبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ولا يهوث ويعوق ونسرا وقد أدلوا كثيرا ولا تذرن الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أبرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ليارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالديا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وَلَا تَزِلِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مَخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ بِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَانًا وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعْلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعْلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعْلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِلَادًا وَجَعْلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسِيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرُوبًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرُصُودًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقًا وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا لِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَطُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرَنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْزُرُ يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا